نقشت مصر والسودان تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتي تعد أحد أقدم آلية التعاون بين البلدين وتعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة بما يساعد حكومتي البلدين على إدارة موارد مياه النيل بصورة فعلة جاء ذلك خلال زيارة رسمية تستمر يومين لوزير الرأي والموارد المائية هاني سويلم للسودان الشقيق حيث قام الوزير بزيارة مركز التنبؤ الجاري إنشاؤه بالتنصيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلدين والذي سيجتمل على قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة ونموذج للتنبؤ بإيراد نهر النيل